انا عندي ماطعم عبدالله. صباح الفول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والكلام الان على قضية ايران. ماسى اميني. اللي هي الكردية التي تمت عذابها طبعا واحتجازها. وتوفت. قامت الاحتاجات. نجوم رياضة. اعلام. اه لكن الموضوع اه ما وصلش الى نطاق ان يكون ثورة اه يعني كبيرة. اه تحدس اه اي شيء في النظام. اه لكن استقراء التاريخ انه في الفين وتسعة حصل نفس المشكلة مع اه اه احمد نجادي. ووباما كان حاول ان يستخدم هذا الامر لوصول الى اتفاق نوو معين بحيس يكون في تقليل وتحييد لايران في النظام النووي. على اساس ان يكون هناك بعض السماح بالنسبة لتخفيف العقوبات الاقتصادية والعقوبات المالية. مشت الامور لغاية الفين وخمستاشر عم ترامب طبعا سحب في مجرد ان ايه? سحب اه لوحة المتحدة الوكية من الاتفاق ستفى خمساشر على اساس ان يكون هناك ضغط على ايران. وتولد بعد ذلك الفين وسبعتاشر الى ان جاءت الحرب الروسية الاوكرانية اللي المفترض فيها ان يكون هناك مكسب لايران على اساس الغاز. لكن المنتفع الوحيد في هذا الامر هو اه طبعا روسيا. وهناك عقوبات شديدة جدا بالنسبة النفط والغاز بالنسبة لايران. اه اللي هي بتكون في بنوك كوريا جنوبية اليابان اوروبا. هناك عقوبات يعني اه لا تستطيع الحصول على هذه الاموال انه هناك رقابة شديدة وصرمة في هذا الامر. لكن المرخص انه اه الغرب يعني مش معاول على الانتفاضات الاخيرة لانها لم تحدث اه حالة كبيرة. حالة التواقع عندهم يعني انت كانت تكون معدومة. وان الامر ما وصلش لمرحلة كبيرة طبعا على اساس ان يكون هناك حكم بان هيحصل تغيير في ايران او ان الامور مشابهة اه لما قبل السبعينات في بداية النظام وما الى ذلك الكلام ده مش صحيح. والغربيين عندهم ضبابية في هذا الامر. الموضوع هيعدي طبيعي. النظام متماسك. النظام مهما كان بيكون فيه تمثيل بياني. الاعلام قوي هناك بصورة او باخرى. حتى لو كان فيه قيود مقيود. لكن عايز اقول لك ان هما مسيطرين.